يعتقد ادنيس انه مع ظهور كل شيء ستصبح وظيفته اسهل ومع ذلك فان اولفيت هي واحدة من العقبات الكبيرة امام خطط ادنيس يتفذ جيهان خطوات جذرية لاستعادة ابنته والعودة الى حياته القديمة القدر يقربه ايضا من الزمرد سوهندان بعد بعض الاشياء التي سوف يسمعها عن حميد سيتم فصله بين الذهاب والبقاء لقد دخل الزمرد وصرحات الان في مسار لا رجعة فيه زرمرنت ينظر في عيون صرحات يعتقد انه يخدع نفسه ومع ذلك حاول صرحات فقط حماية الزمرد ومع ذلك تغلق اميرد اذنيها على كلمات سرهات سوهندان بعد الالم الكبير الذي عانى منه يبدأ في اتخاذ خياراته الخاصة لن يسمح بعد الان لاي شخص بالسيطرة على حياته يخوض صرحات حروبا على جبهات اخرى من اجل ابقاء كل من ميرد وابنته في قلبه ومع ذلك سيكون الباب الذي فتحه جيهان بداية حرب بين الاثنين لم تنتهي لفترة طويلة في ديسمبر سوف الزمرد تكون قادرة على معرفة الحقيقة التي من شأنها تدمير حياتها سرحات كم من الوقت سوف يحترق من اجل الحب تعلمت الزمرد واحدة من الاسرار التي يتم الاحتفاظ بها منها هكذا تم الكشف عن ننهو البحر حقا انتهت اللعبة التي استسها ازيمت كما اراد تبدأ الزمرد في التشكيك في مضيها وحبها مع صرحات بالنسبة لسرهات لا يوجد سوى الزمرد ولم يكون هناك لكن اثناء محاولة اقناع اميرالد بهذا سيخضع العاشقان لاختبارات اخرى يرفع نيز يده ايضا ليكون دائما في حياة صرحات ويبدأ في اتخاذ خطوات خطيرة تعلمت الزمرد واحدة من الاسرار التي يتم الاحتفاظ بها منها هكذا تم الكشف عن ننهو البحر حقا انتهت اللعبة التي استسها ازيمت كما اراد تبدأ الزمرد في التشكيك في مضيها وحبها مع صرحات عندما تفتح اميرالد عينيها تجد سرهات الحياة مرة اخرى ومع ذلك فقد بدأ امتحان صرحات للتو مهنى كان اختبار الزمرد من قبل سيتم اختباره الان بنفس الطريقة علاوة على ذلك يجب ان يكون سرهات اكثر حرصا حتى لا ينزلق الزمرد من يديه مرة اخرى سوهندان تصل الى البحر في لحظة صعبة للغاية عندما يتواصل دنيز مع سوهندان للحصول على المساعدة سيواجه ايضا مضيه بمرارة صرحات ونيز يتخذان اجراءات للحصول على حضانة اتشل ومع ذلك ليس لدى جيهان اي نية للتخلي عن ابنته ايضا الحرب بين الجانبين تتصاعد بشكل لائب يحتضن صرحات المرأة التي يحبها بالحب كما لو كان يريد التخلص من الام الاشهر التي قضاها بدون اميرالد ومع ذلك فان زيارة جيهان غير المتوقعة للقصر ستحرك الحجارة والزمرد وسيرهات سيكونان في وسط عاصفة جديدة بدأ عصر جديد في قصر ديميركان يعتاد صرحات على حياته الجديدة في غياب الزمرد ويحاول التعامل مع عالمه لكن التنفس بدون المرأة التي يحبها هو اكبر اختبار قدمه صرحات على الاطلاق صرحات هو بعض الشخص الذي سرق الزمرد منه ومع ذلك لدى عباس وعزيمة ايضا خطط اخرى لصرحات من اجل منع صرحات من عرفة الحقيقة يفتحون دفاتر الملاحظات السادقة ولكن عندما يتم فتح الحسبات القديمة ستبدأ حقبة جديدة في القصر ولن يكون هناك شيء كما كان من قبل بينما يواصل سوهندان حياته في قصر اوشز يحاول البقاء واقفا على قدميه رغم كل الظروف في حين ان اهتمام حميد سوهندان يتزايد يوما بعد يوم فان كانان ليس لديه نية للبقاء مسترخيا ايضا يتعلم صرحات سررا من شأنه ان يغير حياته جذريا مع الكشف عن هذا السر وصل الى مفترق طرق مهم مع القرار الذي يتعين عليه اتخاذه سوف يغير مصير ليس فقط نفسه ولكن القصر باكمله هل ستعمل خطة عزيمة وعباس؟ هل سيكون سيرهات قادرا على ان يولد من جديد من رماده في غياب الزمرد؟ سرحات تحت الارض لاهف ولكن هناك شخص يقاتل بجد لانقاذه واحد غير متوقع في ذلك سوف يضع نهاية الزمرد لهذه الشرور التي لا نهاية لها من قوى الزغور يومد عينيه ويقف امام نيسا بغض النظر عاما يؤذي سرحات سيقاتله اميريد حتى اخر قطرة من دمها لكن الامور تصبح اكثر تعقيدا من ناحية اخرى يأمل ازينت الذي غمرته تهديدات نيازي ارمفو في الحصول على مساعدة من شراكة خطيرة للغاية لا يزال عباس مفقودا ونفشيهان تمزق نفسها لتجد زوجها وقلبها في فمها لانه سيكون لديهم طفل سوهندان المحتجز في السجن في قصر اوشيز اينلر لا يمكنه تحمل ذلك بعد الان ولكن لا يوجد احد لانقاذه سوهندان سوف تغميق عينيك سوف يهرب من هذا القصر حتى على حساب حياته في حين ان كل شيء اصبح مستحيلا فان جميع الدميركين يحبسون انفاسهم في انتظار صرحات لانقاذهم هل سيكون صرحات قادرا على الخروج من تحت الارض مرة اخرى والنهوض من رماده سوف الزمردة تكون قادرة على كسب المعركة من اجل حبها الكبير هل سيكون ازيميت قادرا على التعامل مع الحقائق المظلمة للماضي هل سيتمكن عباس من مقابلة طفله حديث الولادة عائلة ديميركان لديها درس لتتعلمه لا تهزم عندما تخسر ولكن عندما تستسلم صرحات الذي يأخذ انفاسه بعيدا عن عباس بما قاله نيازي ارمفو سيجد ازيمة امامه ما يتعلمه عن وفاة والدته يجعل صرحات بائسة يعود الزمرد الى القصر في حالة عصبية بعد تهديدات القوة على الرغم من كل مشاكلهم يذهب سرهات وفيرميرمت لمساعدة السكان الضحايا في حي كوركويو بعض الكلمات التي لعبت في اذن صرحات هنا ستغير موقفه الناعم تجاه زمرد في تنات التي ترى مليحة التي بدأت البقاء في القصر كخطر على نفسها مصممة على تخويفها وفي الوقت نفسه تم الانتهاء من الاستعدادات لحفل زفاف سوهندان ديسمبر انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا الى الزمرد هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الاشعارات اشتراك في القناة